بحضور أطباء وفاعلين في مجال الصحة من المغرب والخارج شهدت الدور البيضاء عقادة دورة التسعة والثلاثين للمؤتمر الوطني الطبي للجمعية المغربية للعلوم الطبية هذا المؤتمر ينعقد في سياق يشهد فيه المغرب حاليا إصلاحا شاملا للنظام الصحي الوطني ويتناول المؤتمر من بين أمور أخرى تقدم وأفاق تعميم ورش التغطية الصحية بالمغرب هذا الورش الذي كان حلما وأصبح اليوم حقيقة بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشكل هذا المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية للصاحب الجلالة الملك محمد السادس فرصة لتسليط الضوء على المستجدات المرتبطة بالنظام الصحي الوطني من خلال عقد موائد مستديرة وورشات للتكوين المستمر لفائدة أطباء في مختلف التخصصات الجمعية هي مؤسسة تجدد نفسها باستمرار وتعمل بما يتجاوز التزامها بالتكوين المستمر للأطباء على دعم مشاريع الصحة العمومية الكبرى في المغرب وتميز المؤتمر بإطلاق نادي الأطباء الشباب الأفارقة الذي يندرج في إطار سياسة التعاون جنوب جنوب ترجمة نانسي قنقر